موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من السيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين موسيقى قيادة الإصلاح تناقش مع السفير السعودي جهود استكمال التحرير وتنفيذ اتفاق الرياض موسيقى التحالف يدمر آليات عسكرية في بيحان وتنديد حكومي باستهداف ميليشيا إيران الحوثية لمطار عتم موسيقى موسيقى استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم بحثت قيادة الإصلاح برئاسة عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية عبد الرزاق الهجري مع السفير السعودي لدى اليمن محمد سعد الجابر القضايا المتعلقة بالوضع في اليمن ورفض ميليشيا إيران لكل مبادرات وجهود إحلال السلام واستعرض اللقاء دور الإصلاح وجهوده الوطنية في معركة استعادة الدولة اليمنية في إطار الشرعية وتضحياته الكبيرة في سبيل تحرير اليمن وعودة الشرعية وثمنت قيادة الإصلاح الدورة الأخوية السعودي ومواقفها الداعمة لليمن وجهود استعادة الدولة ودعم الشرعية في مواجهة ميليشيا إيران والمشروع الإيراني وأشارت قيادة الإصلاح إلى جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في سبيل استكمال تنفيذ اتفاق ريام من أجل توحيد القوى الوطنية وتوجيه الطاقات نحو معركة تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي التي تنفذ أجندة معادية لليمن ومحيطه العربي إلى ذلك أكد السفير الجابر أن السعودية ستظل داعمة لليمن والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث وتوحيد القوى الوطنية اليمنية من أجل استعادة الدولة ودعم جهود الحكومة لخدمة الشعب اليمني وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية آليات عسكرية تابعة لميليشيا إيران الحوثية في جبهة بيحان بمحافظة شبوى خلال الساعات الماضية وقال الإعلام العسكري في محافظة شبوى إن مقاتلات التحالف استهدفت آليات الميليشيا في جبهة الصفراء شمال المحافظة ودمرت آليات كانت تحمل أسلحة ثقيلة وكميات من الذخائر وكانت قوات تابعة لألوية العمالقة وصلت شبوى الاثنين الماضي وذلك في إطار دعم الجيش الوطني للبدء في عملية عسكرية لتحرير المديريات التي احتلتها ميليشيا إيران الحوثية أدانت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الاستهداف الحوثي الإرهابي لمطار عتق مسأمس بصواريخ باليستية أدى إلى حدوث انفجار عنيف ونشوب حريق هائل وأوضحت الهيئة العامة للطيران في بيان أن الهجوم تسبب بأضرار بالغة في مواقع عديدة بالمطار ومعداته الفنية وأكدت هيئة الطيران أن هذه العملية الإرهابية الجبانة وغيرها من عمليات الاستهداف للمطارات في المحافظات المحررة لن تثنيها وكافة منتسبها في مختلف مواقع العمل عن أداء واجبهم الوطني في الحفاظ على جاهزية المطارات والعمل تحت كل الظروف خدمة للمواطنين أدانت وزارة النقل القصف الحوثي الإجرامي على مطار عتق الدولي ودعت الوزارة في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الضغط المباشر لإيقاف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية دون أي رادع وأكدت وزارة النقل أن ميليشيا الحوثي لا تريد السلام والاستقرار للبلاد ولا تستطيع العيش إلا في ظل الحروب والصراعات وأكدت وزارة النقل أن الأعمال الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في أداء مهامها وتشغيل كافة المطارات في المناطق المحررة والمضي قدما وفق ما تتطلبه المسئولية الملقاة على عاتقها وكل ما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين يتصاعد صراع الأجنحة داخل تنظيم ميليشيا إيراني الحوثية الإرهابية في ظل تبادل اتهامات التخوين بين قيادات الصف الأول بعد تنفيذ مقاتلات التحالف ضربات استراتيجية استهدفت التنظيم الإيراني في الصميم حالة من الارتياب الشديد والاستنفار الأمني داخل ميليشيات إيران الحوثية حيث تدور أصابع الاتهام بين وجوه قيادات الصف الأول من مجرمي الحرب الحوثيين تأتي هذه التوجسات المتباينة بعد حصول تحالف دعم الشرعية على وثائق استخباراتية اخترقت جهاز الاستخبارات العسكري التابع للحوثيين من رأس هرمه القيادي وكان لضربات التحالف العميقة والناجحة في انتخاب الأهداف العسكرية للحوثيين أثر آخر في إحداث حالة من الانقسام وصراع المخاوف في صفوف مجرمي الحرب من القيادات العليا المطلوبة على قائمة التحالف والتي صدرت ببعضها عقوبات أممية وأمريكية مصادر تحدثت عن عمليات اعتقال واسعة نفذها التيار العائلي التابع لزعيم الميليشية وشملت قيادات إدارية في أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمن الوقائي وأقسام الشرطة وضباط الميليشيات الحربية والمشرفين الميدانيين وغادرت قيادات حوثية صنعاء إلى الحديدة بينما تتحدث مصادر عن فرار قيادات وعائلات حوثية إلى خارج اليمن وتفرق من تبقى منها في منازل داخل الأحياء السكنية وحدت ضربات التحالف التي استهدفت ولأول مرة أهداف حوثية متحركة بصنعاء من تحركات الميليشية واتصالاتهم البينية وهذه العزلة فرصة ذهبية قد لا تتكرر بالنسبة للمجتمعات القبالية المتضررة من الحوثيين وعمليات التجنيد الإجباري لأبنائها في تفجير مقاومة داخلية مسلحة للإجهاز على الميليشيات الإيرانية التي باتت تعد أنفاسها الأخيرة حيا رئيس الوزراء معين عبد الملك الصمود البطولي للمقاتلين في جبهات الضالع ومختلف الجبهات الأخرى لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وأكد رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الضالع وعدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية بمحافظة الضالع دعم الحكومة للقوات المشتركة والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق في محافظة الضالع التي لازالت تحت سيطرة واحتلال ميليشي إيران وأكد رئيس الوزراء على واحدية المعركة لجميع اليمنيين وأشقائهم في تحالف دعم الشرعية ضد مشروع إيران الدموي الذي يستهدف اليمن والمنطقة ونوها بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة مملكة العربية السعودية الشقيقة في إسناد المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا حتى تحقيق الانتصار أقيم في مأرب مهرجان ترفيهي نسوي حاشد نظمته اللجنة التنفيذية بمجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة بالتعاون مع مؤسسة وطن التنموية مساء اليوم تحت شعار معا لدعم الجيش الوطني وتخلل المهرجان الذي أقيم في حديقة مأرب لاند بازار بازارا ترفيهيا وحفلا خطابيا وفقرات مسرحية وإنشادية واستعراض للزهرات وقصائد حماسية وثمنت رئيسة وحدة المرأة بمجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة فاطمة علي التفاعل المادي والعيني الذي قدمته النساء في المهرجان والبازار وأكدة أن ريع هذه الجهود التلقائية والعفوية سوف تذهب لدعم صمود الأبطال في الجبهات كتعبير رمزي لوقوف الجميع معهم في كل الميادين كما أعلن في المهرجان عن مزاد علني للبدلة العسكرية الخاصة بالشهيد القائد مروان صايل والتي تبرع بها الطفل الشهيد خلال المهرجان وفاء لدمه الطاهر وتضحياته العظيمة وتواصلا لبطولته حيث افتتح البرلماني الدكتور عبد الملك القصوص المزاد بثلاثمائة ألف ريال تلاه رجل أعمال بمليون ريال واقترح منظم المهرجان دعوة الجميع للتفاعل مع المزاد عبر منصة تويتر وباقي مواقع التواصل الاجتماعي والتي سيتم الإعلان عنها عبر صفحة الصحفي محمد الجماعي مسؤول وحدة الإعلام بمجلس إسناد العاصمة عقدت السلطة المحلية بمحافظة ريما لقاء موسعا في مدينة مأرب لمناقشة آليات دعم وإسناد الجيش الوطني وعدد من القضايا أبرزها قضية جرح المحافظة واحتياجاتهم الدوائية والمادية عقدت السلطة المحلية بمحافظة ريما لقاء موسعا برئاسة محافظ المحافظة اللواء محمد علي الحوري لمناقشة آليات دعم وإسناد الجيش الوطني في معركته مع الميليشيات الحوتية واستعراض تقارير الأداء لديوان المحافظة والمكاتب التنفيذية للعام 2021 ومناقشة جوانب الإنجاز والقصور خلال العام المنصر بحمد الله تم اليوم اللقاء موسع للسلطة المحلية وكل المكاتب التنفيذية والعسكرية لأبناء ريمة وكان هناك تفاعل لدعم الجيش الوطني ودعم الجبهات في اللقاء الذي عقد بمدينة مأرب وحضره مدراء عموم المكتب التنفيذي والقيادة العسكرية بالمحافظة وقيادة السلطة المحلية بالمديريات أشاد الحاضرون بالدور البارز الذي يقوم به أبناء المحافظة في مختلف جبهات القتال على امتداد الجبهات المشتعلة مع الميليشيات الحوتية وأكدوا مواصلة نضال أبناء ريمة حتى انتصار المشروع الوطني والسعادة الدولة والقضاء على ميليشيا الكهنوت الحوتي وجود أبناء ريمة في كل المناطق في كل الجبهات في كل الأودية في كل المناطق يعني وجودهم شهدائهم جرحاهم نضالهم ثباتهم وقد تطرق الحاضرون لعدد من القضايا أبرزها الحجد من أبناء المحافظة لتعزيز وإسناد الجيش الوطني ومناقشة وضع جرح المحافظة واحتياجاتهم الدوائية والمادية وغيرها من القضايا التي تلامس احتياجات المواطنين كما ناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب الإدارية وكيفية التغلب عليها وتلافيها خلال العام القادم وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات التي تعزز من فاعلية السلطة المحلية وتسهم في حل حالة قضايا النازحين والجرحة أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني جريمة قتل ميليشيا الحوث الإرهابية للطفل هزاع سلطان وقال الإرياني إن قناصة ميليشيا الحوث المتمركزة في جبل الوعش أصابت الطفل هزاع أثناء عودته من منزله في حي المفتش شمال مدينة تعز وهو يرتدي الزي المدرسي وطالب الإرياني المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت والعمل على إدراج ميليشيا إيراني الحوثية ضمن قوائم الإرهاب الدولي ومنحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب وشار الإرياني لأنه ومنذ بدء انقلاب وتمرد وإرهاب ميليشيا الحوثي لقي مئات المدنيين الأبرياء غالبيتهم من النساء والأطفال حتفهم برصاص وقذائف الهاون والمدفعية التي تطلقها الميليشيا بشكل عشوائي على أحياء مدينة تعز إضافة إلى الحصار المطبق الذي تفرضه الميليشيا على المحافظة والذي ضاعف من معاناة أبنائها أصيب المواطن خالد عبد علي مساء أمس الثلاثاء برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة تعز وقال شهد عيان إن المواطن خالد عبد والذي يعمل السائق لدراجة النارية أصيب برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية أثناء ممارسته لعمله في نقل الركاب إلى منطقة كلابة وقال مصدر طبي إن المصاب تعرض لإصابات لإصابة مباشرة في رجله حيث أصعف للمستشفى لتلقي العلاج سوق موتوري أطلب الله على كتابة بس أقال الراكب يقولي لو سمحت فاضي قلت له تماما لا وين قال لا زيد المشكي نزلت له زيد المشكي قال لي نزل الله تركزه بداية نزل حق زيد المشكي أرفع من المواقع بقليل أنا أسرع على السوق علي المتور ما قصارش رابط لي برقلي الله رابط رقلي الله وودينا للثورة والحمد لله زي ما أنت شايف كل حاجة قال سلامة لهم مدر الله ونشكره أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اعتداءات ميليشيا الحوث الإرهابية المتواصلة على السعودية مؤكدة أن الحوثيين خطر على حلفائها ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قول إن المملكة العربية السعودية استطاعت القضاء على نحو 90% من هجمات الحوثيين أوضح برايس أن هدف واشنطن وأن نرى أن هذا الرقم يرتفع إلى 100% موضحا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت بعض القادة الحوثيين من خلال العقوبات والمحاسبة أكد برايس أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها في المملكة لوقوف ضد الهجمات الحوثية وستحملهم المسؤولية عن أفعالهم البغيضة كشفت الأدلة التي عرضها المتحدث باسم التحالف العربي العميد روكن طيار ترك المالكي الأحد الماضي بتبعية الميليشيا الحوثية المطلقة لإيران وحزب الله الإرهابي ويجزم سياسيون تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط بأن أدلة التحالف أظهرت هشاشة الميليشيا استخباريا خصوصا أنها وثقت ظهور المسؤول الأول عن استخباراتها المدعو أبو علي الحاكم وهو يتلقى التعليمات من أحد عناصر حزب الله صاغرا ذليلا الأدلة التي استعرضها تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد الركن ترك المالكي تسببت في إحداث صدمة لدى أوصات قيادة الميليشيات الحوثية لا سيما بعدها انكشفت عن الاختراق الاستخباري الواسع لهرم قيادة الجماعة إلى جانب ما كشفت عنه من تبعية الميليشيات المطلقة لإيران وأذرعيها الإرهابية في المنطقة صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر مطلعة بصنع قولها إن زعيم الميليشيات المدعو عبد الملك الحوثي ظهر في موقف أكثر ارتباكا عبر عنه بتوجيه أوامره لجهاز الأمن الوقائية تابع له مباشرة بشن حملات اعتقال واسعة في أوساط ضباط المخابرات وبعض مساعد قادة الميليشيات بتهمة الخيانة ووفقا للصحيفة يقدر مراقبون يمنيون أن تصريحات المتحدث المالكي ستعمق من حالة الارتياب المتبادلة بين أجنحة الميليشيات خصوصا بين التيار المنتمي إلى صعد المستاثر بأغلب المناصب والتيارات الأخرى المحسوبة على صنعاء وذمار وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن الأكاديمية اليمني والباحثة السياسية الدكتور فارس البيل قوله إنما أورده التحالف تأكيد للمؤكد بتبعية الميليشيات تماما للحرس ثوري الإيراني والحزب الله الإيرابي حيث ظهرت وهي مجرد تابع ذليل ومنقاد بلا رأي ولا حيلة وأضاف أن الصورة التي قدمها التحالف للعالم تكفي لترسم معالم هذه الميليشيات وصورتها لعقود طويلة فهي الخادم المسلوب الذي يبذل دون أجر وزيادة على ذلك إرى الدكتور البيل أن التحالف بكشفه عن هذه الأدلة المادية يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة في ضرورة إنقاذ اليمن بجدية واتخاذ تدابير حقيقية للوصول إلى السلام الحقيقي ومغادرة الغموض والحيادة السلبي واللعب بأوراق المشكلات اليمنية على طاولة المصالح الذاتية من جهته إرى المحلل السياسي اليمني محمد المخلافي في حديثه للشرق الأوسط أن إرسال رسائل مبطنة لجماعة إرهابية على مستوى على الهرم يعد نوعا من أنواع حروب الجيل الخامس في بعدها السبراني وهو من أكثر الأساليب نجاعة في حسم الحروب والصراعات خصوصا عند التعامل مع تنظيم لا يضع أي اعتبارات لحجم الخسائر البشرية في صفوف مقاتليه المؤدلجين فكريا بدوره قال وكيل وزارة الإعلام عبدالبسط القاعد للصحيفة إن المعلومات التي كشف عنها التحالف أثبتت أن الجماعة إحدى الأدوات التي تستخدمها طهران لنشر الفوضى والعبث في المنطقة وبالأخص في الممرات المائية العالمية كما أكدت على وجود صراع مصالح داخل ميليشيات الحوثي وهذه الصراعات تظهر بأشكال عدة منها التصفيات البينية كما حصل للقيادي حسن زيد وتسريب المعلومات موضحا أن ما كشفه التحالف أظهر الميليشيات الحوثية أنها مجرد بيدق بيد الممول يستخدمها لتحقيق مصالحه جدد التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضر موت وقوفه مع حقوق ومطالب أبناء المحافظة وأحقهم في حياة كريمة بعيدا عن المعاناة جراء ضعف الخدمات العامة كالكهرباء والمياه واستمرار إغلاق مطار الريان وحذر إصلاح حضر موت من استغلال معاناة الناس لكسب مصالح شخصية أو خدمة لأي مشروع سياسي أكد رفضه الإضرار بالمصالح العامة والخاصة وشدد إصلاح حضر موت في اجتماع مكتبه التنفيذي بالمكلة مسأمس على أهمية تعزيز العمل النقبي وتفعيل دوره لخدمة المواطن كحامي لحقوق العاملين وأعرب الإصلاح عن تفاؤره بالتحسن الذي طرأ على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى وانخفاض سعر المحروقات وبعض المواد الغذائية وطالب بالمزيد من الإصلاحات وأشار الإصلاح إلى أهمية عودة انتظام الدراسة في جامعة حضر موت ومراعة مصلحة الطلاب وعدم التأثير سلبا على سير برنامجهم الدراسي ومستوى تحصيلهم العلمي قال محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني إن الخناق بدأ يضيق على ميليشي الحوث الإرهابية في شبوة جاء ذلك خلال الاجتماع المؤسع الذي عقد اليوم في المكلة وضم قيادات الألوية ورؤساء الشعب والضباط بالمنطقة العسكرية الثانية وحذر المحافظ البحسني من مخاطر الحوثي في نشر الأفكار المتطرفة في أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم وزجبهم في محارق الموت وجبهات القتال كوقود حرب ووضح بأن حضر موت ستكون مقبرة نهائية لميليشي الحوثي إن حاولت التقدم باتجاه حضر موت وأكد المحافظ البحسني أن قوات الجيش هي صمام أمان للنائب المحافظة بعيدا عن المناكفات ودعى منتسب المنطقة إلى الابتعاد عن العمل السياسي طالب عدد من المواطنين بمحافظة المهرى الحكومة والسلطة المحلية بالعمل على تخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع تحسن الريال اليمني أمام العملات الأجنبية للتخفيف من معاناتهم أسعار النفط الآن حاليا 24 ألف ريال المواطن يخذر غاوم والصرف الآن 1180 ألف 1180 ألف يعني أصل تمام كل شيء تمام وضعنا تمام حلوة بس الآن النفط عدو غالي ما يسعى المواطنين سياسة واقفة كل الشوارع كلها السيارات كلهم واقفة للشوارع عالم ما عندنا ميزانية ما مش دخل أرجوه من أجلس الحكومة هذه تقوم حكومة مستصد تقوم بواجب بالأسعار العالم الشعب مات ملجوع نشتي البترول ينغفض ويرجع كل حاجة لأنه نحن نعاني نحن صاحب التكاسي ما عندنا داخل ولا عندنا وظائف ولا حاجة يعني نشقع البترول تشقيلك بثلاثة ألف وروح تعمل بتبع البترول كما عليك في الطريق ويتسوي ضروري أن يتنزل البترول البترول ضروري البترول يعني بالرغم أن الصرف قد نزل إلا أن البترول يعني ما زال يعني سعر لتر بربعة عشر ألف ريال يعني تدب البترول بربعة عشر ألف ريال نعاني من غلاء البترول وغلاء التايزل والغاز أحيان يجي وحيان ما بيشوه ولا درينا أن ينجل غاز يعني كل شيء الأسعار رتفعت وإحنا حتى الآن ندور الأسعار مثل ما الوقت القادم يعني كان أسعار من خفضة على أن كل المواد السلع التكات تجار لا ينزلوا الأسعار أبدا ارتفعت يرفع الأسعار بسرعة وإذا نزلت الأسعار ما عاد ينزلش نحن نعاني من ارتفاع البترول وعندنا سيارات والبترول مرتفع مرة نطالب تخفيف أسعار البترول ما زال ارتفع البترول الأسعار ارتفع في المكلة بأربعة ألف وبالغيضة هنا بالغيضة بأربعة عشر ألف كل شي ارتفع نشطيه من نزل الأسعار حق البترول كل شي ارتفع عقدت اليوم في تعز ندوة فكرية على هامش معرض الكتاب الرابع تحت عنوان تعز ماض مشرق وحاضر متجدد الندوة شارك فيها نخبة من دكاترة الجامعات والمثقفين واجتملت على ثلاثة محاور الأول تطرق لصفحات مشرقة من تاريخ تعز في العصر الوسيط قدمه الدكتور سعيد اسكندر فيما تطرق الدكتور صادق الصفواني في المحور الثاني لجوانب من معالم التراث في مدينة تعز وركز المحور الثالث الذي قدمه الدكتور محمد مرشد للاهمية الاقتصادية والثقافية لمحافظة تعز وأثرها على الثورات اليمنية وتتواصل بشكل يومي وعلى فترتين مسائية وصباحية البرامج الفكرية والثقافية والفنية والمسرحية على هامش معرض الكتاب الرابع الذي تحتضنه تعز الذي تحتضنه تعز بمشاركة عدد من دور النشر المحلية والعربية على هامش معرض الكتاب وبالشراكة مع مكتب الثقافة تقيم جامعة الحكمة هذه الندوة المتميزة عن مدينة تعز الماضي والحاضر نتناول فيها العديد من الأوراق التي تجزد دور تعز الثوري والنضالي والتاريخي في العصور السابقة وكذلك العصور الحالية الحاضرة تعتبر هذه الندوة هي ندوة متميزة تكون مخرجاتها ذات أهمية لقيادة السلطة المحلية نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها قيادة الإصلاح تناقش مع السفير السعودي جهود استكمال التحرير وتنفيذ اتفاق الرياض التحالف يدمر آليات عسكرية في بيحان وتنديد حكومي باستهداف ميليشيا إيران الحوتية لمطار عتا أبناء ريمة يؤكدون جاهزيتهم لإسناد معركة التحرير ومهرجان النسوي في مأرب لدعم صمود الجيش والمقاومة للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة